بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقسي هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد ومعتادل على جنوب سينة وجنوب السعيد بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء وفي الصبح شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينة وشمال السعيد وفيه كمان فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وفيه فرص تانية لأمطار خفيفة كمان إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سينة خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك والسلامية صباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بيك يا قن أهلا بيكي وطمينينا عن حالة التقسو خصوصاً أن فيه أمطار ممكن تبقى خفيفة ومتوسطة بتوصل في مناطق من 50% ل60% ومناطق تانية من 30% ل40% وكمان فيه شبورة وكمان فيه رياح فطمينينا حالة الجو عاملة زي النهاردة إحنا طبعاً اليوم هيستمر تأثرنا في إمساد من الخصف جوي سبقات المجاو السعولية مع كتل هوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط فيستمر معنا فرص ثبوت الأمطار لكن كمياتها اليوم هتكون أقل من أمس خاصة على المناطق المتحلية المطلة على البحر المتوسط فاليوم متوقع تنرار تقاشر الصحب المتوسطة والمتوسطة على شمال البلاد معها فرص ثبوت الأمطار ما بين المتوسط والخبيب على السواحل الشمالية للبلاد المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الواجه البحري وسط دينا الأمطار أيضاً تتقدم للمناطق الداخلية زي بعض المناطق من جنوب الواجه البحري القاهرة الكبرى محافظات شمال البعيد بعض المناطق من خليل السويس ومدر القداء لكن الأمطار في المناطق الداخلية هي أمطار خفيفة غير مؤسرة تماماً على أعمال الأمشطة اليومية الأمطار تكون على فترات متقصعة من الجوم ويبتختلف شدتها من مطاقة لمنطاقة بالإضافة كمان أننا اليوم نستمر معنا انتقاب درجات الحرارة خلال فترة النهار وأيضاً خلال فترات الليل ويمكن كمان ملخوظ خلال فترات الليل المقاقة وصباح الباكر الأجواء بتكون أجواء من باردة إلى شديدة الفرودة على أغلب مناطق الجمهورية الصغرى خلال فترات الليل بتوصل بين العشرة والأحداشر درجة مقاوية لكن فترة النهار بتكون الأجواء لطيفة تماماً على أغلب الأنحاء خاصة مع سطوع شاعة الشب بالإضافة كمان أننا طبعاً فيه فرص تتكون الشبورة المائية الكثيفة أحياناً على أغلب الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال ووسط السعيد ده اليوم طبعاً غداً متوقع إن شاء الله أن فرص الأمطار تبدأ تنحصر فقط في السواحل الشمالية للبلاد وتقل تماماً وهذا تلاشى من على أغلب مناطق الجمهورية فغداً الخميس الأمطار هتكون خفيفة فقط على سواحلنا الشمالية وشمال الوكه البحري باقي المناطق الجمهورية هيكون طبعاً فيها استفرار في الأحوال الجوية مع عودة الشبورة المائية على أغلب مناطق الجمهورية خاصة المناطق الشمالية الشبورة المائية الكثيفة دي هتأدي لانتفاض في الرؤية الأطقية فمهم جداً نحن نأخذ من القيادة على أغلب السرق مع تتكون الشبورة المائية ومهم كمان إن نحن طبعاً نبتغي الملابس الشبورية السقيلة في الفترات الجيل المتأخر بسبب الانتفاض في درجات الحرارة نشكرك في نهاية شكراً جزيلاً للدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة درسات الجوية ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة هنبدأ بالقاهرة للعظمة فيها 20 والصغرى 11 العاصمة الإدارية العظمة فيها 19 والصغرى 10 اسكندرية 19-15 العالمين الجديدة 19-14 مطروح 19-16 دميات 20-13 بورسعيد 19-13 إسماعيلية 20-10 السويس العظمة فيها 20 والصغرى 10 العريش 19-12 كاترين 15-4 طابة 21-12 حلايب 23-16 شلاتين 24-15 شرم الشيخ 23-15 الغردقة 24-14 الفيوم العظمة فيها 20 والصغرى 9 بني سويف 20-9 الوادي الجديد 22-7 أسيوت 19-8 سهاج 21-8 قنة 20-8 لقصر 22-6 وأخيرا أسوان العظمة فيها 22 والصغرى 9 ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة كمان توصيات هيئة الأرصاد إنه فيه رياح في بعض الأماكن كمان فيه شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسحلية والصحرائية المختلفة ناخد بالنا كمان فيه أمطار ممكن تبقى خفيفة وممكن تبقى متوسطة نبعد عن أي تجمعات مائية أو أعمدة إنارة وناخد بالنا من التعليمات المرية عشان توصلوا أشغلكو وبيوتكو بألف سلمة نرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى نكمل معهم باقي فكرتنا شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً